طبعا التلويح بالحق الدستوري والقانوني هي بالضبط تماما كلمة حق يراد بها باطل دائما لماذا؟ طبعا أنا أعترض على إحراجك يعني يراد بها باطل يراد بها إذهاب الهوية السياسية الشيعية للعراق وهذا هدف أكبر وأشمل مما يسول فيه شيخ من بداية البرنامج لحد الآن نحن لسنا أغبياء لدرجة أنه عميان هشكل في هذا المحفل نبصر تماما مستقبل الهوية السياسية الشيعية للعراق ثابتة وراكزة وتتجذر وتتحمل ما تريد يطالب بالإقليم؟ يا أساق المميطاق ما تريد يطالب بالإقليم؟ يعني أنت قاعد تحكي لي عن الهوية السياسية الشيعية ثابتة للشخص مثل الدكتور عبد الرزاق الشماري ما تريد يطالب بالإقليم؟ هو أنا اليوم بدون ابتزاز الشخص الآخر بدون استفزازه القصدي ما رح أطلع اللي بداخله أنا أريد اليوم شون حضرتك أحرج الضيفك بتذكيره بالماضي غير البري يعني بعدا عنها يعني موهاي قاعد تستفز شون الهوية السياسية؟ الهوية الشيعية قول الهوية العراقية أستاذ مميثاق لا يزال يأن منها أهل الأنبار وأنا أذكر جماعة الشيخ واللي متهيئين وأقلهم ترى يعني الصينية مال تشريب ما حد راح يدير لكم بكل الأنبار ومؤتمركم هذا سيكتب له الفشل والموت مقدما أنا أتحدى اليوم أنه كل المضايف الكريمة في الأنبار أتحدى أنه واحد من رؤوس الأنبار ومن المضايف الأساسية للشيخ العموم أن يستضيف مؤتمر يدعى فيه لإنشاء إقليم في غرب العراق وأنا أقول اليوم هذه سبحة العراق هذه أهل الأنبار دائما هم راس الشليلة وهم الخزين المالي والستراتيجي وهم خزين النخب الثقافية وخزين مالي أيضا جنابك تتحدث عن فاعل سياسي شيئي سيد أبو ميثا جنابك تتحدث عن فاعل سياسي شيئي سيد أبو ميثا يتقصدون أن يصنعون الزعامة تصنع وبالتالي هو يريد يقيم مؤتمر في أحد الزوايا المزوية في محاط الأنبار حتى يشبع سيلفيات وحتى يسوق نفسه أنه هو جايب حل للأنبار هو جايب باكورة مشاكل بمجرد إدخال الإقليم كما أن أدخل إيده في جحر الأقرب طيب صدق بك جنابك تتحدث عن وصفت لي البيت السياسي الشيع الأخ الأكبر والفاعل السياسي الأكبر يخلي يكون هذا الفاعل السياسي الأكبر عادل خلي يعدل بهذه المحافظات نفذوا الاتفاق السياسي الذي على أساسه تم تشكيل حكومة السيد محمد الشاعر السوداني وطلعوا هذه الحشود اللي مسيطرة على الأكهو المواكو بهذه المحافظات أول نقطة تثيرهم وتزعجهم هو سيطرة الحشود سوى كانت الحشد الشعبي أو الحشد العشائري بهذه المحافظات يعني بينين أو غيرها ما تقدر تطبب أو تطلع أي شيء إلا بموافقة فلان أو علان هذا محمد إحنا هاي حكاية الجدات هاي حكاية الجدات وهذا التراضي الشعبي اليوم أنت تتغنى بيه حضرتك وضيفك من الذي يطالب بإخراج الحشد الشعبي انطيني زعامة سياسية سنية طالبت بإخراج الحشد الشعبي من المناطق الغربية انطيني شخص مسؤول لا تنطيني لا تنطيني إنسان متقاعد ولا تنطيني إنسان مطرود من الخدمة أو مطرود من المنصر ولا تنطيني قيادة فاشلة قيادة فاشلة خميس الخنجر إنسان يحتكم على كتلة أين مشروعة أين مطالبة للحشد الشعبي في مجلس النواب بسحب القطعات هو شنو تصريحه هذا الشور الإعلامي للأسف الشديد اللي طاقي على منطق الأخوة لا تعدو كونه شعارات الله وكيلك هما اليوم إذا واحد تحرك على هذا الموضوع اثنين ثلاثة ثاني يوم يقدمون مشروع يضرب مشروحة ويضرب مقترحة إحنا المفروض إنه إحنا كمكون سني كريم عدنا يعني نواب لا حد ولا حصر أغلبهم في لجنة الأمن والدفاع ومنهم من هم ضالعين في الحشد بشكل أو بأخر حشد عشاري أو حشد شعبي المفروض هم ليتبنون حتى نكون أمام رأيي رسمي ممكن اعتماده وممكن الأخذ به لكن اليوم إنه أنا واحد يلوح لي في فضائية وأروح أخذ إجراء من عنده تنتظر من عندي أنا اليوم كبغداد وكعراق رسمي أن أستجيب لمطالبة من فضائية أو لمطالبة من المضيف مع جل الاحترام والتقديد لكل المضايف العامرة طيب السادة بمثال وأكرر ليحظى هذا المشروع بتأييد أي من القادة والنخب والشيوخ العشاري الحموم طيب وأنا أتحدى أي واحد يقول لي إنه راح يؤقد هذا المؤتمر في مضيف علامة واضحة من علامات عشاري الأنبار بالتعرض لطيب